مع اقترابي فضي دور الانقاد البرلماني تتجه الأنظار لإقرار الميزانيات بعيدا عن الخلافات السياسية التي حالت دون التئام جلسات مجلس الأمة في الفترة الأخيرة وفي سياق قيادات فقد وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة لعقد جلسة خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظري في الميزانيات معربا عن تمنياته بحضور الجميع حكومة ونوابا لإقرارها وإبعاد مصلحة المواطن عن أي خلافات سياسية على حد قوله كما أضف أن الميزانيات ليست أداة سياسية إنما هي أداة مالية مرتبطة بمصلحة المواطن بشكل مباشر من عدة نواحي وجهت بناء على المادة 72 دعوة لعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء والأربعاء الغادم بناء على طلب مكتمل الأركان من مجموعة من الأخوة النواب وذلك بجدول أعمال محدد وهو إقرار الميزانيات والسؤال الأول الذي أطرح نفسه وسألتوني جميعا أنه لماذا هي جلسة خاصة وليست جلسة عادية لا يخفى عن الجميع بأن الجلسات العادية كلها قاعدت تتعطل سواء بسبب الخلاف الموجود على الكراسي أو غيرها لكن عندنا عدة جلسات عادية كلها تعطلت وهذا ليس مصالح المواطن إضافة إلى أن الميزانيات هي أداة مالية وليست أداة سياسية أداة مالية مرتبطة ارتباط مباشر بمصلحة المواطن من عدة جهات لذلك بناء على أيضا مواقف النواب اللي أعلنوا حضورهم للجلسات الخاصة اللي فيها مصلح المواطنين وحضروا الجلسة المتعلقة بالاعتماد التكميلي للصفوف الأمامية وحضروا الجلسة الخاصة اللي تتعلق في القدس والجلسة الخاصة المتعلقة في الاختبارات الورقية وغيرها إيمانا بينهم بالنبعد المواطن ومصالحها عن الأمور الخلافية السياسية لذلك دعيت يوم الثلاثة والأربعة جلسة خاصة تكون مخصصة لإقرار الميزانيات لارتباطها مباشر في المواطن ولأن عدم إغرار الميزانيات حتى أوضح بشرح مختصر أتمنى أن لا يكون مخل يتسبب بتعطيل التوظيف الجديد يتسبب أيضا في تأخر توزيع القسائم السكنية للمواطنين أيضا يتسبب في كل منشأ مالي جديد موجود في الميزانية الجديدة وليس موجود في الميزانية القديمة سيتوقف ويتعرض المواطن للضرر بسبب عدم صرف هذا المنشأ المالي الجديد ومنها أيضا أمور مخصصة لإعانات خفض تكاليف المعيشة لمدينتي المطلع وغرب عبدالله مبارك أيضا هناك تقديرات وتتعلق في الهيئة العامة للرعاية السكنية لمشاريع المؤسسة السكنية الجديدة منها مدن صباح الأحمد المطلع وغرب عبدالله مبارك جنوب غرب عبدالله مبارك مشروع الوفر الإسكاني أيضا هناك أمور ومنافع ومزايا تتعلق في المتقاعدين وفي الميزانية الجديدة زيادة لا تقل عن 93 مليون عن السنة الماضية لذلك التأخير في إقرار الميزانيات بالتأكيد سيكون له يعني إنعكاس وضرر مباشر على المواطن ترجمة نانسي قنقر